وللحديث عن الموضوع أصحاب باستضافة الأستاذ عبد الحافظ كنت المستشعى القانوني لقناة النهار عفواً أهلا بك سيدي شكراً إذن حديثنا اليوم حول مشكل مراث بين العائلة الواحدة هل نستطيع نعرف عن الأسباب الأكثر في هذه القضايا؟ يعني هي مشكلة ذهنيات قبل كل شيء يعني كثير من الناس يتسألوا وربما يقولوا بأن المشكلة هذا النوع من القضايا التي هي قضايا تقسيم التاركة أو تقسيم المراث يتطرح للمحاكم المشكلة هي مشكلة ذهنيات عادة يعني كنقلوا مراثا أنقلوا شخص متوفي وترك من بعده أملاك وأبناء يعني هذا المشكلة غير مطروح عندما يتوفى الشخص ولا يتركوا أملاك يعني يعيشوا الأبناء تtaوه في سعادة يعني الآن الكثير من الناس يتمنعوا الفقر أنهم لا يملكون لأنهم من بعد لا يختلفون المشكل يثور عندما تكون هناك أملاك هناك منقولات هناك أموال في البنوك أو عقارات عادة ما يكون المشكلة المطروحة للعقارات لأن الأموال تقسم بناء على فارضة تروح للبنك يعطيك كل واحد بالحصة يطرح الإشكال بالنسبة للعقارات أكثر القضايا في المجال العقاري في المحاكم وهي قضايا الميراث لا يمكن إطلاقا أن نرضي أي من الأطراف في حالة ما إذا كانوا طرفين أو في حالة ما إذا كانوا ثلاث أطراف أو أكثر مستحيل أن تجي بحل يرضي جميع الأطراف إذا أحد الأطراف يحب يأخذ من جهة معينة الطرف الأخر يرفض إذا راح الخابر قلون تأخذ من جهة معينة الأخر يرفض يعني تبقى القضية متوقفة ولا أحد يستطيع استفادة من هذا الميراث إذن المشكلة ليس مشكلة قانونية أو قضائية مشكلة دهنيات عند الأشخاص لذلك هذا النوع من القضايا يأخذ كثير من الوقت كيف تقف ربما العادات والتقاليد في تطبيق القانون تجاه هذه القضايا قضايا الميراث خصوصا بين الأنثى والذكر طيب يعني لنتفق المجتمع الجزائري هو مجتمع تحكمه التقاليد التقاليد تحكمه أكثر من الدين وأكثر من القانون يعني أكثر المناطق وربما أغلب الجزائري تحكمها التقاليد الآن حتى إذا كان شكلا الرجل يقبل أو يظهر بأنه يقبل بأن الأخت نتاعه تأخذ حقها من الميراث شكليا يعني حتى تتصل به ولا تتصل به أخت نتاعه يقول أنا ما عندي مشكلة ولكن في قرارة نفسه هو لا يقبل هذه الفكرة يعني ربما هو حتى أول أبن أيضا وأولدها وهذه أفكار وذهنيات يعني كي قلنا في الأول أفكار وذهنيات هذا الأمر موجود الآن المرأة عندها حق في الميراث والرجل أيضا عندها حق في الميراث وكل شيء مرسوم يعني في الشريعة وفي القانون ما هو الحاء العائق ما هي العرقي التي تحول دون تنفيذ هذه الأمور المتفق عليها مسبقا يعني بسيطة روح عند موحد القضائي عند الموثق نعمل القسمة كما يجب قانون ولكن لعناش عشرات السنين ما فيش قسمة لأن الشخص اللي حط يدوه على الميراث الأب أو الإبن يحاول يحرم الطرف الآخر من أنه يستحوذ لحقه في الميراث بأمن الرغم أن القانون أيضا واضح في مثله هذا المجال يعني نقدر نروح لقسمة ودية ولكن هذه القسمة الودية لا تقدرش تتنفذ لأنه نعود نقوله للإنسان الذي حط يدوه على العقار أو على المنقولات تعالى المتوفي أو المورث تعالى أطراف هو اللي من المصلحته أن النزاع يطول لأنه هو المستفيد في الأول والآخير لأن القسمة يظن بأن القسمة ستنقصله من حقه وتنقصله من ميراثه ولكن كله عنده نصيبه طبقا للشريعة وطبقا للقانون يعني هذه حقيقة نعم لماذا لن يقسم الميراث وديا؟ أيضا مشكلة الذهنيات لماذا؟ لأنه روح يشوفي في أوروبا مثلا أكثر الأشخاص اللي عندهم أملاك لما تحين الساعة تحهم ولا قبلها يقول لك أنا ما نتركش مشاكل الأبنائي أنا نقسم في حياتي هذا ملكي أنا نتصرف به كما أشاء نمد للأبنائي والبنات نتاعي كما أشاء أنا نقسم لهم بطريقة رسمية حتى بعد الوفاة ما يكونش اختلات لماذا؟ لأن الشخص اللي يقسم هو صاحب الملك هو راضي يعني أنت خذيت من عنده وش أعطاك يعني ترضى ولا ما ترضى لا مرة ما يخصكش أنت يخص الشخص اللي يوهب لك لأملاك أنت عو في الحياة بعد الوفاة هذا الشخص ما تكونش قضايا في المحاكم على الأقل تكون قضايا بسيطة أو قضايا قليلة في المحاكم ماشي بالحجم اللي نشوفه اليوم يعني بعد كل وفاة تأكدي بأنه عشرات القضايا في المحاكم ولا عشرات السنين لا أحد يستفيد من هذا الميراث ولا أحد يأخذ نصيب من هذا الميراث وبالعكس ممكن أن هؤلاء الأشخاص اللي يورثوا يورثوا النزاع لأبناءهم الأجيال المتاحهم يعني يشوفوا في عشرين سنة ولا ثلاثين سنة يتوفى الشخص لكل حق عنده حق يأخذ الميراث وفيما بعد يبقى الأبناء في تصارع يبقى يمدل نفس النزاع يبقى لأبناء في المحاكم ولا يقسم شيء والعقار تنقص القيمة تاعه ولا أحد يستفيد من هذا الميراث لأنه تبقى القضية حتى مع ابن الأبن أكيد يعني تستمر ولكن شيء مهم أيضا أن هذه العقارات تذهب لقيمة تاحة مع الوقت يعني إذا العقار في سنة خمسين كان جديد بعد ثلاثين سنة ونحن في المحاكم يفقد القيمة خيري بعد ثلاثين سنة يعني هذا نوع من عدم وجود الذكاء عند هذا الورثة لأنه من مصلاحتهم أنهم يعملوا هذه القسمة في حينها كل واحد يعني ما هيش حسابات دقيقة جدا يعني كل واحد بين نصيبه لماذا لا لأن المرحوش الحلو الودية أحسن من أننا نروحوا للمحاكم والخبراء وعودة بعد خبرة واستئنافات لا مستدكرت هل هناك ربما جهل بأحكام الميراث في المجتمع لا مفيش جهل الكل يعرف يعني تأكدي كل الجزائريين يعرفونا ما كانش جزائريين يعرفش ليعرف أحكام الصلاة ويعرف الحج ويعرف الزكت يعرف بأن للرجل حظه الأنثيين يعرف بأن لما الأب تأكتوف يعرف الأخت تأكتسات لازم تدحقها يعرف بأن ما عندكش الحاقة تستولي على أموال الأخت لكن عادة ما المرأة هي يعني اللي تكون في الزاوية لا تقاليد أو أنانية من طرف كثير من الناس ما نخصوش فقط الرجل لأنه فيه كثير أيضا فيه قضايا وأن المرأة هي ترفض أيضا ولكن هي في الأول والأخير مشكلة أنانية يعني أنا نورث أنا رجل نحب الورث ينتقل إلى الأبناء ولكم نحبش الورث ينتقل إلى أبناء أختي ولو أن المتوفي وجدهم في الأثنين لماذا أنت أحق بأن المرأة يقول أن ومرش الأخت هذا الظلم وهذه تقاليد وتأكدي مرة أخرى الجميع يعرف أحكام المرأة ولكن الأنانية تجعل من الأشخاص يعني تطغى على الذهنيات لا الأنانية تطغى على الأشخاص وتخليهم يضعوا الدين جانبا تخيلي هناك من يحرم الأخت أو من المرأة ويذهب إلى أداء منيسك الحج مثلا تسيبه يقوم شعير دينية كما يجب ولكن ما يعرفش بأن شيء خطير جدا أنك تمنع ولا تحرم شخص من الاستفادة والتمتع بملك الوالد وهذه أمر غير مقبول إطلاقا والتقاليد أصبح تحكم أكثر من القوانين وأكثر من الدين أيضا نعم مستد كتل إبقى معنا نبقى دائما في مواضيع الاجتماعية من المراث إلى طلاق على قدر ما يحرص القانون الجزائري على حماية المرأة المطلقة بقدر ما توجد به ثغرات كبيرة تستغل ضدها فالكثير من المطلقات في الجزائر تفضل وتضحية من أجل بنائهم والتفارغ لتربيتهم وحضنتهم لدرجة رفض حقها في إعادة الزواج من جديد خاصة إن كان غريبا من أجل الحفاظ من قانون الأسرة بإسقاط حق الحضانة في حالة الزواج الأم المطلقة بغير القريب وشهيرة هي ربما مثال عن أحد المطلقات تتبعها في ميكروفون صفوان عيسي صفوان عيسي شوين الروح وعندي طفلة ولد هذه هي جغط دار تبعت على عراسي المرادية رهي بنت حمال هنا البروبل المتاح رهي صار كما يقول معد زوج تاح حنا عيطونا قال لك المراد رهي برا خرج جلويسي جسي سخرج ولصاعد آخر كدت المناظر الحقوق يعوش بغتينه على المطلقة أن تدافع عن حقوقها خاصة القانون يضمن لها النفقة والإسكان أحمد صفوان عيسي النسبة اللي خرجها من بيتها ما نش عارفها إذا كانت قبل التالاق أو بعد التالاق في كل الحالات ما عندوش الحق يخرجها إذا كان حتى كانت تالاق يقول لك المدة 72 تقول انكادو ديفورس يلنكمب أو بير دا سوري بور لإكزرسيس دولا غار على بنيفيسيار دوات غار أن لوجبور ديسو و أدفو صلوائي معنتها حتى يكنت تالاق يا إما يضمن لها مسكن لائق أو بيد الإيجار لمسكن لائق أعوذي لضيفي عبد الحفيد كرتل أستاذ ما تعلقك إلى حالة عائشة يعني بعد التالاق خرجت للشارع نا هي كما سمعنا الآن هي في الحالتين يعني في حالة ما زال مصدر حكم طلاق أو في حالة طلاق المرأة تبقى للقانونة تبقى للقانون الأسرة تبقى في البيت الزوجي إلى حين توفير مسكن طبقا لما قراره القضاء بمعنى أنه إذا كانت القضية في القضاء تبقى داخل المسكن الزوجي إلى حين صدر حكم الطلاق يوفر لها مسكن أو بالمقابل إذا ما قدرش يوفر مسكن يعطيها بدل الإيجار وفي الحكم القضاء ينتحي كل مذكور أيضا توفير مسكن لممارس في حالة وجود حضانية في حالة وجود أبناء يعني المرأة المطالقة اللي ما عنداش أبناء ما عنداش حق في نفقة الأبناء طبعا وما عنداش حق في بدل الإيجار في الحالة هذه القاضي ملزم بأنه يحكم ببيت زوجي وببدل الإيجار في الحالتين المرأة تأخذ حقها بالنسبة لحضانية أبناءها زايد النفقة أما في الحالة هذه إذا فيه طرد ممكن تكون هذه الزوجة تسكن في بيت زوجي مثلا بيت أب الزوج يعني بعد صدور حكم الطلاق الأب ترفض الخروج من البيت يرفع عليها دعوة لأجل الطرد من المسكن الزوجي اللي هو يعود للأب ولكن بالمقابل هي تعود ترجع للزوج بضرورة دفع مبلغ الإيجار أو توفير مسكن وإذا كان الزوج يعني لا يستطيع توفير كل هذا لا هو ملزم لا يستطيع تقع على مسئوليته لأن هذا حق الأبناء ما هو حق الزوجة الزوجة تعالقته بها الأبناء تعود يفعلهم نفقة ومرغم طبقا للقانون يوفر لهم بدل الإيجار وفي حالة ما إذا رفضوا وفي حالة ما إذا متنع فيه سيد وكيل جمهورية يروح له ترح له تقدم شكوى بعدم دفع النفقة لأن حتى بدل الإيجار يدخل في النفقة نفس الشيء لأن النفقة مجلها واسع ويعاقب طبقا لقانون العقوبة يعني هو ملزم أنه يقدم هذه المبالغ يعني تعيش المطلقة بعد طلاقها ربما حالات عدة الأولى ربما نظرة المجتمع إليها على أساس أنها مطلقة يعني تكون نظرة سلبية يعني حتى أنها لما تذهب إلى المحاكم وتطالب بالنفقة يعني كيف تسير هذه القضايا لا هو موضوع الطلاق يعني موضوع لابد أن نتحدث عنه دائما باستمرار يعني ما يكفيش أننا فيهم مواضيع نتحدثوا فيها مرة وحدة ومن بعد ينتهي الأمر موضوع الطلاق لابد باستمرار ولو تحتم الأمر أننا نتحدثوا لا تختلف الأسباب لا لو لو تحتم الأمر أننا نتحدثوا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا المهم ما نسكتوش لأن حالة الطلاق في تنمي يعني كنت نذكروا الأرقام مربما الأشخاص المجتمعات التي عيشها في ظل أجواء أسرية مرتبطة مترابطة يتعجبوا لما نقولوا بأن في الجزائر نحصيهم ممكن سنويا ستين ألف حالة طلاق يعني بمعدل أو تقريبا بهذا العدد هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن خطر يحدق من الأسرة الجزائرية نقولوا ما عملنا قانون الأسرة منذ 2005 وما عملنا قانون الأسرة منذ 2005 يعني حالة الطلاق لابد أن نذكر في كل مرة مدو الإحصائيات الموجودة حالة الطلاق رأي مرتفعة جدا لأن نبحث في الأسباب إذا نبحث في الأسباب الأسباب متعددة نذهب إلى المحاكم نذهب إلى قاعات الجلسات نذهب إلى جلسات الصلح للسماء وفي كل مرة الزوج متمسك برأيه والزوجة متمسكة برأيها ومن بعد يوقع الانفصال يعني حتما مدام كل طرف ما تنزلش لابد أن تكون علاقة الزواج اللي هي علاقة مقدسة أصبحت الزواج يدوم أحيانا يومين أحيان أسبوع أحيانا شهر أحيان مجموعة أشهر وينتهي الأمر وكأنها مغامرة يعني طلقنا من زواج رابطة مقدسة إلى مغامرة هذا ما تحصيه المحاكم يعني الأسباب مختلفة وفي الأخير هناك الطلاق ودائما ونقولوها دائما من يدفع الثامن منهم الأطفال يعني ما همش الزوج أو الزوجة أكيد بالحديث عن الأسباب هناك فرق بين الطلاق التطليق والخل يعني لو تطين أن ينين هذه طرق تحت الطلاق لقانون الأسرة الجزائري المعدل في 2005 منح بها الحق الطلاق هو لما يطلبوا الرجل ولأن في جميع حالات هو طلاق لما يطلبوا الرجل يكون طلاق لما تطلب المرأة بمجموعة حالات وعددها عشرة في قانون الأسرة يكونوا بصد التطليق ومجموعة حالات إذا توفرت إحداها الروح لتطليق المرأة تطلب تطليق نفسها الحالة الثالثة وهي الحالة المثيرة للجدل وهي حالة الخلعة التي أجزها القانون والتي أظن التي أظن أنها راح تكون محل تعديل في قانون الأسرة القادم باعتبار أنه ما عندهاش ذوابط وما عندهاش أمور تقدر تكون كشروط لتقديم الخلع للمرأة بدليل أنه في قانون الأسرة في مادة واحدة تتحدث عن الخلع للمرأة تخالع نفسها عن زوجها بمقابل مالي تقدمه الذي يمثل صداقة المثل وانتهى الأمر يعني هذا الأمر أيضا يعني بالتراضي لا مش بالتراضي يعني هنا الزوج يقبله وما يقبلش لا يغير في الأمر شيء يحضر أو ما يحضرش محكمة لا يغير في الأمر شيء هو حق للمرأة تستعمله وحدها دون ترخيص من الزوج وهذا هو الأمر لنظن أنه يكون محل مجموعة الضوابط في قانون الأسرة إذا عد إلى مستقبلا نعم أستذكرت يعني آخر ما جاء به جاءت به القوانين هو معرف بصندوق المرأة المطلقة وبصندوق المطلقات يعني كيف يسير هذا الجهاز وإلى ماذا وصل هذا أكثر منه آلية يعني هو قانون صدر في ربعة جنوبيل 2015 عنده تقريبا سنة يعني على أيام نقوله في سنة منذ دور هذا القانون لجاء في 16 مادة كيف يقولون 16 مادة تدخيلوا يعني القانون المستحيل يجاء في 16 مادة إلا إذا كان آلية هذا القانون هو آلية يعني طرق وميكانيزمات واجهات مذكورة في القانون لكي تعرف المرأة خاصة للمرأة الأمية يعني هو سهل الأمور خاصة للمرأة اللي لا تعرفش يعني هذا الصندوق ويسري على الحالات التي يقع فيها الطلاق بعد ربعة جنوبي 2015 وليس قبل يعني ما تظنش بالمرأة التي طلقت في سنة 1990 ولا في 2000 ولا في 2010 ممكن تستفيد من هذا الصندوق لا لا تستفيد منه لأنه يخص حالات الطلاق اللي جاءت بعد ربعة جنوبي 2015 طلب تقدم المطلقة بعد صدور الحكم بالطلاق إلى القاضي المختص عنده خمس أيام باش يصدر أمر ويلائي بعد خمس أيام يبلغ إلى الأطراف ويبلغ إلى الخزينة العمومية لعندها أجل أقصى 25 يوم يعني إذا جمعنا خمس أيام تعلق الطلب والرد تعلق القاضي و25 يوم نقوله بأن المرأة المطلقة اتداء من صدور هذا القانون عندها ابتداء من طلب تها عندها أقصى تقدير شهر تأخذ الأموال تها هذا لا يمنع بأن الشخص الزوج اللي لازم ينفق واللي عليها نفقها أنه مسؤول رح يتابع من طرف الدولة من طرف خزينة الدولة بطرق هما يعرفوها وطرق مخولة لمصالح الدولة باش تسرجى الأموال هي تدفع بدل الخزينة العمومية تدفع بدل لماذا؟ لأنه يقول لك بأن الأطفال لا ينتظرنا في الدراسة وفي الصحة وفي كل شيء لابد أن يدفع هذه الخزينة تتكفل بهذه الحالة للأطفال لأن النفقها ليست للزوجة للأطفال وفيما بعد الخزينة تأتي ترجع لأن التجارب في السنوات القادمة أثبتت بأن الزوجة تمضي عشرات السنوات وهي في المحاكم وتخرج بعد عشرات السنوات بمجرد أحكام ولا سنتيم يعني وأطفال يعيشوا حياة الضياع وحياة الإحراف وكل ما يمكن أن نقوله هذه الألية هي ألية جيدة جدا يعني وفرد كثير من الوقت للمرأة وعطتها أكثر أمان بالنسبة لإستحقاق هذه المبلغ والحصول عليها نعم بالحديث عن القوانية الكثير من المطلقات تشتكي بعدم ربما حاجية الأبناء يعني بعض الطلاق يعني هناك نفقة غدائية تتجاوز ربع ألف دينار جزائري يعني هل يمكن اعتبارها ثغرة وهل هذا المبلغ المالي هل هو قابل للتعديل أم ثابت لا هذه ما يشتغرة هذه في كل المحاكم كل محكمة تقدر نفقة تقريبا تقريبا يعني ما فيش قانون يقول نفقة هي هذا الثمن والله يقول هذا القيمة على الإيجار يعني كل محكمة تعطيك مبلغ مختلف على الأخرى وهي هذا فيها نوع من المنطق ولكن أيضا لازم الرائع وظروف الزوج اللي يطلق في كافة حالات الطلاق يعني نعرف بأن الزوج حقيقة هو مسؤول على أبنائته حتى بعد الطلاق ولكن أيضا هذا الزوج إذا ما ما تسهلش الأمر مع زوجته أو تطلقه عنده الحق أيضا أنه يعيد حياته وهذا حقه أيضا في الحياة ولكن إذا فرضنا أن شخص عنده خمس أبناء إذا حكمنا له بربع الف دينار لكل ابن يعني بمبلغ ما يقدر بعشرين ألف دينار زائد مبلغ الإيجار إذا قلنا مثلا في متوسط خمس ألف دينار يعني مرغم أنه يدفع خمس أعشرين ألف دينار شهريا وهو مثلا الأجران تتجوز خمس أعشرين دينار كيف يعمل هذا الشخص يعني يعني يروح يسرق يروح يعمل أي شيء غير قانوني بشي حصل أموال يعني إذا فرضنا عليه هذا المبلغ مثلا هو حق أبنائه يدفعه ولكن سنحرمه من أنه يعيد حياته لا نقدره لم يقلوه لم يقلوه لم يقلوه عود حياتك ورح يعمل المفرض هو يستفيد أقبل الأبناء ولكن مدام جاء النفق يتفعل نفقه لذلك القضاء يقدرون تقريبا مبلغ النفقه ويحدوه بأسعار معينة يعني في عادة هو 4 ألف دينار أو 5 ألف دينار لكن قانون ربما أحدد بالنسبة للذكر 18 و 19 سنة لا هذا سقوط الحضانة سقوط الحضان طبعا هو بالوقت بالنسبة للذكر وزوج البنت يعني تستمر نفقه إلى حين الزوج انتحق يعني في بعض الأحيان بعض المطلقات تشتكي تقول لك أن الطفل تاعي في عام 18 و 19 سنة الأب تاعو يعني القانون أنه يفرد عليها أنه يحبس له النفق تاعو لكن الطفل هذا يكون مازاله يقرأ تقول لك سيكون ببعته يخدم أو النفق تاعو كيف سنفعله أنا لا القانون هذا كان زيت تكتر حاجيات الطفل يعني 18 سنة زيت تكتر حاجيات لا تكتر حاجيات تأوي لكن تأكد يبلي حتى ولكن طبع 20 مليون ما تكفيش يعني الإبن هذا بعد بلوغ سن الرشد تعرفي الأمور هذه ولكن قلنا بأنه المشرع لما عمل سن الرشد اللي تنتهي فيها الحضانة والزواج يعني تخيل بنت متزوجة يبقى بابها ينفق عليها هذا الأمر غير مقبول لا بالنسبة لبكاء حتى ببلوغة ذكر سن الرشد خلاص الآن أصبح حكام يقدر يعمل كل شي إذا كان إذا كان الإبن هذا في سن 18 سنة ربما هو روى مقبل على شهدك البكالوريا لا مش شرط بك القانون يقول بلوغ سن الرشد يعني أنت مؤجرد بلوغ سن الرشد أنت مسؤول عن نفسك ما يبقى الأبن تاعك تبقى في أمريك 40 سنة كما رأي كثير من الحالات 40 سنة يقولك أن الأبن تاعي يصرف عليها لأنه مازال لم تصبتش عامل لم تصبتش لا هذا غير ما الآن جاءت مرحلة لكن تتعود ترجع لأبن تاعك لكي تصرف عليها هذا أيضا من المنطق القانون واضح سن الرشد بالنسبة للذكر وبلوغ سن الزواج بالنسبة للمرأة هذا الأمر أيضا مفروق منه يعني الأمر منطقي ما يبقى لأبن يصرف على الإبن هذا مدى الحياة يلحقك لسن الرشد وينتهي الأمر نعم ربما سأتكرت كنت تطرقت إلى إعادة الحياة لو ربما بالنسبة للمرأة تسقط الحضانة هذا الأمر تعرفي في شريعة الإسلامية قبل كل شيء وقانون الأسرى الجزائري مستمد بنسبة كبيرة جدا جدا ولو من الشريعة ما يجمع من 100% ولكن من الشريعة الإسلامية المرأة عندما تتزوج بغير قريب محرم تبقى لقانون الأسرى الجزائري يعني إذا تزوجت بأحد أفراد العائلة مسموح لها أن تحتفظ بالحضانة بالرغم من أن الأمر يقرر قاضي في جميع حالات التي يكون فيها القرار يخص مصلحة المحظون القاضي هو من يقرر يعني هذه ليست مادة جاملة تتزوج وانتهى الأمر كثير من الناس يخطئون يظنوا بأن المرأة تتزوج بغير قريب يعني بشخص أجنبي تروح لها الحضانة لا القاضي هو من يقرر إذا شف بأن مصلحة الأبناء تبقى عند الأم يخليها عند الأم بالرغم من زواجها ولكن من يقبل أن تعيش البنت انتاعه عند شخص أجنبي من يقبل يعني شكون هو الرجل والله نزيده نخصه نقوله شكون هو الجزائري ليقبل أن البنت انتاعه ولأنه موجودين فيها قضيلة جدا يقبل أن البنت انتاعه تتربى في عائلة أشخاص أجانب يعني إذا كان في وسط عائلة تعيش مثلا ممكن شفنا حالات وين تتزوج بقريب من نفس العائلة لا مرمو يمكن السيطرة عليه ولكن ما كانش واحد يقدر يقبل أن البنت انتاعه اللي عند الحوال عند الأم المطلقة انتاعه تتزوج بشخص أجنبي وتأخذ معها بنتها وتكبر البنتها لك في وسط أجانب يعني هذا الأمر غير مقبول ربما يضيق الوقت كأسوأ الأخير حول مشكلة تأشيرة على الهامش يعني في عقد الميلاد هذا مشكلة يعني في الحقيقة ماهوش ما يكفيش أنه في سؤال هذا لازمو حصة كلها لأنه ينقى المعاناة ألاف وعشرات الألاف من النساء اللي تزوجوا بعقل الزواج دون الدخول يعني ما عملوش مراسيم زفاف وبعد الطلاق عن طريق طبعا لازم يمروا على المحكمة باش يعملوا الطلاق وهذه كثير من النساء يطالبوا بحل هذا المشكل بعد الطلاق يصدر حكم الطلاق يأخذه للبلدية ولكن يؤشر على هامش عقد ميلادهم بأنهم مطلقات تقول لك أنا ما تزوجت ما عملت عرص ما عملت ولا شي تزوجت على الورق لماذا؟ ويلقاوا مشاكل لما يجيوا تزوجوا حتى إذا تزوجوا يبقوا بنفس المشكلة يحبوا يعرفوا كيف يحيوا هذا التأشير على عقد ميلادهم بأنها مطلقة نظن بأن مؤخرا فيه سعي من طرف مصالح وزارة الداخلية في إطار تطبيقة عامة في مؤخص مديرية العصران التابعة للوزارة الداخلية أنها تمزع هذا التأشير الموجود على شهادة الميلاد تلك المرأة خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات على الورق فقط يعني عقد زواج قبل الدخول نظن هذا المشكلة راح ينتهي إذا ما صح ما صرحت به مصالح وزارة الداخلية وتنتهي معها المعاناة عشرة ألف من النساء إن شاء الله شكرا لك أستاذ عبد الحفظ كنت المستشى القانوني لقناة النهار شكرا جزيلا لك